نهاردة في الدولة الانجليزي الممتاز مباريات في منتهى القوة وقيمة اليوم في الجولة واحد وثلاثين ليفربول فاز على واتفورد اتنين سفر صلاح بدأ المباراة السيان ونزل مكانه سادي ومانيوة لكن المباراة ما سجدش فيها صلاح ولا سادي ومانيوة واضح جدا ان صلاح حزين واضح في الملعب حزين مع نويا في اسوأ احواله وده بطبيعة الحال منطقة جدا بس ليفربول محتاج جدا محمد صلاح عنده شهر صعب جدا في دولة الانجليزية في دولة الانجليزية وفي دولة الابطال اوروبا شهر في منتهى الصعوبة شهر يبريب بالنسبة ليفربول وبالتأكيد محتاج لنجمه الاول محمد صلاح نهاردة مفاجأة كبيرة جدا بريدفورد فاز على تشالسي 4-1 4-1 4-1 مباراة غريبة قاية وتشالسي سجل هدف وبعد كده رد بريدفورد فيه بتلت اهداف في ربع ساعة 15 تيئة ادري يتفوق على تشالسي بأكيد اضاف الهدف الرابع في الدقائق الاخيرة عشان تبقى منفاجأة كبيرة في الدولة الانجليزية النهاردة ضد فريق تشالسي ليتزي يونيتد تعادل مع ساوس هامتون 1-1 والبارامتون فاز على أستون فيلا 2-1 ومنشستر سيتي فاز بكل سهولة على بيرنلي 2-0 وبرايتون تعادل سلبان مع نوريتش سيتي ومنشستر يونيتد بأسوأ أداء ممكن نجا من الهزيمة أمام ليستر سيتي وتعادل معه 1-1 في الدولة الاسبانية جولة 30 ختافي فاز على ريال ماريوركا 1-0 ليفانتي فاز على فيا ريال 2-0 وريال مدريد بدربتين جزاء لكريم بنزيمة فاز على سلطة فيجو 2-1 أتلتكو مدريد فاز 4-1 على تيبورديفو ألافز ريال مدريد ضح بالصدارة الدولة اللي بعيد فالأمور بالنسبة له سهلة جدا سبيزا فاز 1-0 في الدولة الإيطالية على فينيزيا 1-0 زي ما قلت لكم لاتسيو فاز 2-1 على ساسورو وسيلابرنتينا خسر 0-1 أمام تورينو وفي دولة أبطال أفريقيا في الجولة الستة سانداون فاز 3-0 على المريخ السوداني والترجي وشباب بلوزداد مباراة لسه شغالة شباب بلوزداد على فكرة جابجوا الحلوة في الترجي من شوية والوداد وبترة أتلاتكو برضو مباراة لسه شغالة مباراة اليوم اللي هو الحد دولة أبطال أفريقيا في الجولة الستة الأهلي هيواجه الهلال وهنتكلم كتير عن هذه المواجهة الساعة 10 مساء والرجاء هيواجه وفاق ستيف الساعة 11 مساء وفي الدولة الإنجليزية واستهام ينايتد هيواجه أفرتون الساعة 3 وتوترهام هيواجه نيوكاسل الساعة 5.5 في الدولة الأسبانية أتلاتك بلباو هيواجه إليتشي الساعة 2 وريال بتيس هيواجه هيواجه أساسونة الساعة 4 وربع غناطة هيواجه رايف هيكانو الساعة 6.5 وفالينسيا هيواجه قادش الساعة 6.5 برشلونة في مواجهة كبيرة أمام أشبلية الساعة 9 مساء في الدولة الإيطالي جولة 31 فيلونتين هيواجه إمبوبولي الساعة 12.5 وأطلانط هيواجه نابولي الساعة 3 ودينيزي هيواجه كالياري الساعة 3 وسامبودوريا هيواجه روما الساعة 6 مواجهة كبيرة مواجهة كلاسيكية في الدولة الإيطالي وفالينسيا هيواجه أنتر الساعة 9 إلا روبا وفي كاس خدم الحرمين الشريفين في النصف النهائي مواجهة كبيرة تجمع الهلال مع الشباب الساعة 9 مساء الساعة 9 مساء